أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الفقه في كتابك والعمل به على الوجه الذي يرضيك عننا يا أرحم الراحمين لا زال الحديث متصلني والإخوة الكرام في الحديث عن تفسير سورة الصافات هذه السورة العظيمة التي تظهر فيها بجلاء خصائص السورة المكية من قصر الآيات ومن موضوعاتها التي تتحدث عن البعث واليوم الآخر وإثبات النبوة وإثبات التوحيد وهذه موضوعات هي الموضوعات الأساسية التي تتحدث عنها السورة المكية يأتي الحديث هنا عن المكذبين بالبعث والمكذبين بالرسل وكيف يكون جزاؤهم في الآخرة والله سبحانه وتعالى قال في آخر المقطع الماضي إنكم لذائقوا العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى فإنه لا يجازي أحدا إلا بعمله كما قال هنا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون فالله سبحانه وتعالى قد نزه نفسه عن الظلم فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وهذا الأمر لابد أن يكون مستقر عندنا جميعا أيها والإخوة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا وأنه منزه عن الظلم قليله وكثيره وإنما يجاز الإنسان بعمله ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى فيقول هنا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين هنا استثناء منقطع لأنه تغير الكلام الآن الله يتكلم عن المكذبين ويقول إنكم لذا يقول عذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ثم يقول إلا عباد الله المخلصين يعني معنى الكلام لكن عباد الله المخلصين جزاؤهم كذا وكذا وكذا فهو نقل ينتقل بالحديث نقلا كاملا إلى جزاء المؤمنين الصادقين المخلصين ولاحظوا أول أنه وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بصفتين هنا فقال عباد الله وقال المخلصين الصفة الأولى صفة العبودية أيها الأخوة لا شك أن من كمال إيمان الإنسان ومن كمال قياده اتصافه بوصف العبودية ونحن نتشرف بأننا نتصف بأننا عبيد لله سبحانه وتعالى نعم وهذا غاية الشرف للمؤمن أن يقال له أنت عبد لله ولذلك يقول الشاعر يقول ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيه عليه الصلاة والسلام فهذا شرف للمؤمن أنه يتصف بصفة العبودية في حين أن اتصافك بكونك عبد لفلان أنه صفة نقص عبد بني فلان لكن العبودية لله سبحانه وتعالى صفة كمال تأملوا معي التأكيد لهذا المعنى كيف وصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في القرآن الكريم فقد وصفه بوصف العبودية في مقامات الكمال فوصفه بصفة العبودية عندما أنزل عليه القرآن فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجا ووصفه بصفة العبودية عندما أسرى به من البيت الحرام إلى القدس فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ووصفه بصفة العبودية عندما قام يدعو إلى الله فقال وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَى فالنبي صلى الله عليه وسلم شرف له أنه عبد لله ولكن وصفه الله بهذا الوصف العظيم في موقامات تشريف ونحن نقول هنا إن الله قد وصف عباده هؤلاء بصفة العبودية إكراماً لهم إشارة إلى غاية التذلل والانقياد لأوامر الله ليش يا شباب؟ لأن الناس الآن عندما يقال لهم الله أمر بكذا أمرك بأن ترفع ثوبك عن الكعبين أمرك بالصلوات الخمس في كذا لماذا؟ لأنك عبد لله فمن كمال عبوديتك الانقياد والاستجابة أما الذي يأتي فيقول ويتمرد على الأوامر فهذا فيه نقص في صفة العبودية ليس كذلك حتى في البشر العبد الذي يتكبر على سيده ما صار عبده وأنصحكم تقرؤون قصيدة جميلة لابن الوردي صاحب لامية ابن الوردي اعتزل ذكر الأغاني والغزل له قصيدة جميلة في عبد له اسمه بهادر لا يأمره بأمر إلا ويخالفه فيقول بهادر عبدي لا بهاء ولا در وما أنا حر يوم قولي له حر لقيت نقيض الحظ يوم اشتريته وأردت به نفعا فمسني الضر والقصيدة موجودة في ديوانة فالله هنا وصف المؤمنين بأنهم عباد له هذا الوصف الأول الثاني أنهم مخلصين يعني اصطفاهم الله سبحانه وتعالى على سائر البشر وقد قلت لكم في بداية السورة أو في السورة التي قبلها أن المؤمنين والمنقادين والمتبعين قليل إذا ما قارنتهم بالمكذبين المعرضين الجاهدين ولذلك قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال وقليل من عبادية الشكور وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لذلك لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش لقلة السالكين فالعبرة هي باتباع الحق ولو كنت وحدك طيب وهذا معنى المخلصين أي الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وأخلصهم ما هي صفاتهم أو ما هو جزائهم يا رب قال احسب أولئك لهم رزق معلوم فضمن لهم الرزق في الآخرة وفي الجنة فقال أولئك لهم رزق معلوم ما هو هذا الرزق يا رب قال فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون نسأل الله من فضله والإنسان دائما النفس أي والإخوة تتشوف إلى ما أعد الله لها حتى طلابك وأنت في الاختبار ولا في الدراسة ولا أبنائك في البيت عندما تقول سأعطي الواحد منكم كذا وكذا إذا حفظ سورة مثلا الفاتحة أو ستتشوف النفوس دائما لمكافأة والله يعلم سبحانه وتعالى أن المؤمنين يتشوفون إلى ما أعد الله لهم ولذلك ذكر لهم ووعدهم في القرآن الكريم بأشياء تتوق إليها نفوس المؤمنين وعدهم بالجنة ووعدهم بالنعيم ووعدهم بالحور العين ووعدهم بالخمر ووعدهم فيها أنهار من خمر لم يتغير طعمه وأنهار من لبن مصفى وأنهار إلى آخره هذا كله لما فطر الله عليه نفوسنا من التشوف إلى النعيم وإلى ما عده الله فيقول هنا أعددت لكم من ما أعدده الله للمؤمنين في الجنة فواكه وهم مكرمون قال علماء أنها تأتيهم هذه الفواكه دون عناء تأتيهم في أماكنهم دون عناء ودون مشقة وهم في غاية الإكرام قال ثم قال في جنات النعيم فأضاف الجنة إلى النعيم يعني كأن هذه الجنة للنعيم فقط مخصصة بالنعيم فوظيفت إليه في جنات النعيم وفي وصف آخر قال في جنات عدن وجنات عدن يعني جنات الإقامة التي لن قطع علىها ثم يقول على سرر متقابلين من كمال نعيم أهل الجنة لا أحد منهم يعني يستدبر الثاني أو يرى قف الثاني وإنما يقابل بعضهم بعض من كمال احترامهم لبعضهم وتقديرهم لهم ومحبتهم فدائما يقول على سرر متقابلين يقابل بعضهم بعضا ولا شك أن حتى في بين الناس اليوم عندما تقابل صاحبك ليس كأنك تعطيه ظهرك أليس كذلك فكذلك في الجنة قال على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين الخمر يعني يطاف عليهم بكأس أي بكأس الخمر لكن خمر الآخرة ليست كخمر الدنيا وليس فيها إلا اسمها فقط وإنما خمر الدنيا وصفها الله فقال من معين أي أنها من عين لا تنقطع والمعين هو الذي لا ينقطع الجاري دائما بيضاء لونها يعني لذة للشاربين يعني شديدة اللذة لمن يشربها ثم نزهها الله سبحانه وتعالى عن الصفات التي توجد في خمر الدنيا فقال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون الغول ما تسببه الخمر من وجع في الدماغ وفي البطن فالله يقول هذه الخمر التي في الجنة لا تسبب أي نوع من أنواع الأمراض ولذلك اغتيال العقل من مؤثرات الخمر ليس كذلك فهي عندما يتشرب الخمر ويعني كما يقال طبعا ونحن لم نشربها لكن كما يقال في وصفها أنها تغتال العقل تذهب به كما قال الشاعر الجاهلي وما زالت الخمر تغتالنا وتذهب بالأول الأول فالله يقول هذه الخمر التي في الجنة لا فيها غول لا تغتال العقل ولا تذهب به ولا تسبب أي نوع من أنواع الأمراض ولا هم عنها ينزفون يعني ما تسببه من النزف تذهب تنزف العقل بحيث أن لا أصبح الإنسان يهذي إذا شرب الخمر ثم ذكر صفة ثالثة أو نعيما ثالثا ذكر الآن الفواكه وذكر الخمر صح الفواكه للأكل والخمر للشرب ثم قال وعندهم قاصرات الطرف عين يعني الحور العين ووصف الله نساء المؤمنين في الجنة أنهم قاصرات الطرف يعني ما تزوغ بصرها ذات اليمين وذات الإسار إلا لزوجها فقط قاصرة الطرف على الزوج وهذا دليل أيها الأخوة على أن من كمال صفة المرأة أنها تكون قاصرة الطرف ما تكون يعني زائغة العينين هنا وهناك ثم يصفها الله سبحانه وتعالى يقول عين قاصرات الطرف هذه واضح معناها يعني لا يذهب بصرها إلى غير زوجها عين ما معنى عين قاصرات الطرف عين أحسنت يعني واسعة العينين واسعة العينين يقال امرأة عيناء يعني عينها وسيعة وهذه من علامات جمال المرأة وما أخوذها أصلا من عيون المهة عيون المهة لأنها واسعة فشبهت بها المرأة الجميلة ذات العينين الواسعة لذلك تجدون في الأدب وفي الشعر كثيرا عيون المهة بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري هذه الصفة ثم يقول الله سبحانه وتعالى كأنهن بيض مكنون يعني صفة نساء الجنة هؤلاء الحور العين كأنهن بيض مكنون وأنتم تعرفون البيض بيض الطيور يعني بيض الدجاج ولا بيض الطيور ولا بيض النعام كله يكون في غاية الحفظ والصيانة ليس كذلك والعناية فالله سبحانه وتعالى وصف نساء الجنة بأنهن مثل البيض المكنون المحافظ عليه الذي يعني يكون في غاية الصيانة والحفظ وبعض المفسرين مثل ابن جرير وغيره يرى أن المقصود بالبيض المكنون ليس مجرد قشرة البيض البيضاء الخارجية وإنما قشرته الداخلية لأنه يقولون القشرة الخارجية يمسها الطير بجناحه وريشه لكن البيضاء الداخلية لا يمسها شيء وهذا لا شك أنه حتى من علامات الصيانة أنه يشبه تشبه المرأة في صيانتها ببيض النعام أو ببيض الحمام لأنه يحظى بالعناية وبعدين سريع الخدش يعني المرأة شبهت به لأنها أولا تكون في غاية الحفظ والصيانة الأمر الثاني أنها سريعة إلا الخدش يعني المرأة إذا يعني أصيبت في عرضها لا سمح الله فإنها لا يجبر هذا الكسر شيء فالله يقولك أنهن بيض مكنون إذن أيضا هذا من كمال نعيم أهل الجنة يتمتعون بزوجاتهم وبالفواكه وبالشراب الخمر ثم قال الله سبحانه وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ما تذكرون قبل شوية كان فيها تساؤل أيضا ونقاشات بين أهل النار أليس كذلك وبعضهم يجتم الثاني يقول أنت السبب أنت السبب أنت السبب أليس كذلك هنا حديثهم من نوع آخر يأتي أيضا بعض أهل الجنة فيتناقشون ويتجادلون فيقول أحد أهل الجنة كان لي في الدنيا قريم يحاول شتى المحاولات أن يصرفني عن ما أنا فيه فالحمد لله الذي هداني وثبتني ولذلك قال في سورة الأعراف الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله فيقول هنا في هذه الآية يقول فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم واحد من أهل الجنة يسولف على زملائها اللي معه قال قائل منهم إني كان لي قرين في الدنيا كان عندي صديق في الدنيا قرين لي يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يقول كان يشكك في البعث ويقول لي أنت مجنون أنت أنت تصدق أنه ممكن أنه بعد ما نموت أنه نبعث فهو يقول لزملاء في الجنة ليتني أدري وين هو هذا صاحبي هذا العام وهذا من كمال نعيم أهل الجنة أن أي شيء يشتهونه يلبيها الله لهم قال الله سبحانه وتعالى فقال هل أنتم مطلعون يقول لهذا وللي معه تعالوا خلونا نشوف وهذا في إشارة أيها الأخوة إلى أن أهل الجنة يشاهدون أهل النار يرونهم ولذلك في سورة الأعراف وقد مرت معنا صح ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من المار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق فهل في حوار كيف الله أعلم فهذه من أمور الغيبة التي لا نعلمها لكن الله نقل لنا طرفا من هذه المشاهد وهذا الحوارات قال هل أنتم مطلعون فاطلع يقول للذين معه فاطلعوا من نافذة أو من كوة في الجنة ينظرون إلى النار وأهل النار تحتهم فاطلع فرآه في سواء الجحيم طلع يشوف صاحبها هذا قرينة الذي كان يكذب بالبعث وينكر فرآه في سواء الجحيم يعني وسط النار هذا معنى سواء الجحيم قالت الله إن كت لأتردين والله بغي توديني في داهية يقول الزميلة هذا اللي في الجهنم قالت الله إذ كت لأتردين يعني لو أطعتك لأرديتني فيما أنت فيه وهذا تحذير أيها الأخوة من رفيق السوء ومن صاحب السوء قالت الله إن كت لأتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أي لكنت من المحضرين في العذاب معكم أفما نحن بميتين كان يقولها صاحبا في الدنيا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين يقول كنت تردد هذا الكلام وهكذا أيها الأخوة وهم يرددونه إلى اليوم الملاحدة والمشركون والمكذبون وما أكثرهم يشككون في الغيب يشككون في الآخرة يشككون في البعث بعد الموت يشككون في الجنة يشككون في النار وأنا أقول أيها الأخوة نحن في صراع إلى اليوم الشبهات كثيرة يشككوننا في عقائدنا يشككوننا في أدياننا يشككوننا في القرآن هذا الكتاب الذي بين أيدينا يشككوننا فيه المستشرقون وغير المستشرقين لأنهم يعني كما قال الله سبحانه وتعالى وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا لماذا يا رب؟ قال حسدا من عند أنفسهم ما هو كما يقول بعض المحلين السياسيين أن هذه من أجل قضايا سياسية أو قضايا اقتصاء لا الله سبحانه وتعالى يقول حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وذلك أنا أقول لكم هذا القرآن أيها والإخوة كلام الله ولا يمكن أحد يتكلم بهذا الكلام إلا الله الذي يعلم السر وأخفى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف هذه التفاصيل وما يدريه بما في نفوس المنافقين ولا نفوس المشركين ولا أهل الكتاب وأنهم يكيدون له حسد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نور وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا لهو الفوز العظيم يعني إن هذا النعيم الذي فيه هؤلاء المؤمنون لهو الفوز المبين لمثل هذا فليعمل العاملون صدق الله لمثل هذا فليعمل العاملون وهذا أيها الأخوة من كمال نعمة الله سبحانه وتعالى علينا نحن المؤمنين أنه نقل لنا هذه الصور من الآخرة لا يمكن أبدا أن ينقل لك أحد هذه الصور إلا الله الذي يعلم الغيب ويعلم المستقبل نقل لنا صور من الجنة صور من جهنم صور من الحشر من يوم القيامة أعطانا خطبة الشيطان قبل أن يلقيها وأعطانا حوارات الكفار في جهنم ماذا نريد أكثر من ذلك لا يوجد حقيقة أكثر من ذلك لمن أراد أن يهتدي ومن لم يرد الله أن يظله فلن تملك له من الله شيئا حتى لو جئته بكل آية وأما من أراد الله هدايته فلا شك أن هذا القرآن يقص علينا كل التفاصيل العقائد والأدلة والبراهين والبعض يظن أن القرآن الكريم لا يورد أدلة عقلية بل القرآن الكريم في أدلته ربما ثلثين من أدلة التي يذكرها القرآن أدلة عقلية كما مر معنا في الصورة وكما سيأتي معنا ذكر لنا إحياء الموتى ذكر لنا إحياء الأرض بعد موتها إنزال المطر الشمس القمر كلها أدلة عقلية فنسأل الله لهداية من الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من هذا المقطع أيها الإخوة أن في وصف خصال خمر الآخرة تنزيل لها عن صفات خمر الدنيا يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى أن من نعيم أهل الجنة أنهم يشربون خمرا كذا 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 لكنه نزه الله سبحانه وتعالى هذا الخمر عن صفات خمر الدنيا وهي الذهاب بالعقل وما تسببه من أمراض وإلى آخره وقد يقول قائل لماذا يجعل الله سبحانه وتعالى من نعيم أهل الجنة الخمر والخمر مذموم في الدنيا مكروه فقال العلماء أن الناء النفوس تتشوف إلى هذه الخمر حتى نفوس المؤمنين لكنهم يتركون هذه الخمر طاعة لله وإلا هم يسمعون أن فيها أو فيها أو فيها أو فيها فالله سبحانه وتعالى قال لكم في الآخرة خمر فيها هذه المزايا بخلاف هذه الخمر التي في الدنيا ولذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيء إلا ويفتح باب إلى شيء أفضل منه ومن فوائد هذا المقطع أيها الأخوة الحذر الشديد من رفاق السوء قال قائل منهم إني كان لي قريع ومن فوائدها أيها الأخوة أنه لا حرج على المؤمن من التحدث بنعمة الله وشكر الله عليها كما قال الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث مع الضوابط التي يذكرها العلماء أنك لا تتحدث بنعمة الله إلا عند أناس تثق في محبتهم لك فإذا شعرت أن هناك من ربما يحسدك على ما أنت فيه من النعمة فاصمت ومن فوائد هذه الآية والإخوة الإيمان بما أعده الله للكفار من العذاب وما أعده الله للمؤمنين من النعيم بعد هذا التعقيب القرآني على قصة هذا الرجل الذي يحكي قصته مع صاحبه في الدنيا إني كان لي قريع يقول وإنك لمن المصدقين طبعا المفسرين لو ترجعون إلى كتاب مثلا تفسير ابن كثير أو الطبري تجدون فيه روايات عن بعض بني إسرائيل أنهم يحكون أنهم رجلين من بني إسرائيل كان أحدهما كان شريكين في المال ثم أحدهما مؤمن والآخر كافر في قصة طويلة لكن هذه القصة تقع العبرة بها بما ذكرنا لكم أن الله سبحانه وتعالى يذكر أن القرين السوء وما يجره على صاحبه وأن هذا يحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يطع هذا القرين السوء إلا كان مصيره مثل مصير هذا الرفيق في جهنم ثم بعد هذا التعقيب يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الحدث وبالإشارة إلى مغزاه العبرة ودائما القصص في القرآن الكريم الهدف منه العبرة نقص عليه قصة نوح حتى تنتبه قصة صالح إبراهيم موسى عيسى لأخذ العبرة وليس لمجرد التسلية فيقول الله سبحانه وتعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم يعني هل هذا النعيم الذي ذكرت لكم خير نزلا يعني ضيافة أم شجرة الزقوم ينتقل الآن يذكر لنا ما هي ضيافة المكذبين الكافرين فهو يقول في نعيم أهل الجنة أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سر المتقابلين يطاف عليهم بكأس من معين إلى آخر ما ذكر من النعيم ثم يقول أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم طبعا الجواب لا شك أن ذلك خير والنزل هو ما يعد للضيف أول ما ينزل أم شجرة الزقوم ما هي شجرة الزقوم طبعا نحن يوجد لدينا شجرة اسمها شجرة الزقوم وربما بعضكم يعرفها من الشجر الدنيا لكن ليست هي المقصودة قطعا بهذا لأن شجرة الزقوم المقصود بها في القرآن هي الشجرة التي تنبت في جهنم ولذلك عرفها الله سبحانه وتعالى فقال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فهذه هي شجرة الزقوم أما شجرة الزقوم التي في الدنيا هذه ليست مثل شجرة الزقوم التي في جهنم هي نفسها هذه الشجرة ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى هنا عن شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين كيف؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم من لطغيان كيف؟ أصلا ما يتصور أنها تنبت شجرة في النار لأن النار تأكل الشجر صح؟ فكيف تقول لي أن الشجرة تنبت في النار؟ هذا مخالف للعقل ولذلك فتن الله بها هؤلاء وكذبوا بها ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا جعلناها فتنة للظالمين نختبرهم ونبتليهم بها هل يصدقون؟ لذلك نحن نقول صدق الله الله يقول أن هناك شجرة تنبت في أصل الجحيم صدق الله نؤمن بها ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه من مزاياه ومن أعظم مزاياه التي من أجلها سمي الصديق أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قول إلا ويقول صدق حتى قيل له لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس فجاءه أحدهم وقال هل سمعت ما يقول صاحبك قبل أن يبلغ الخبر من الرسول مباشرة قال ماذا قال؟ قال يقول إنه أسري أبيه من مكة إلى بيت المقدس في ليلة قال إن كان قال ذلك فقد صدق بس وهم شيء قال هذا إذا قال فقد صدق هذا الإيمان ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه فلذلك يقول الله إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تنبت في أصل الجحيم في وسط الجهنم في وسط جهنم معناها أن شجرة مقاومة للحرارة بشكل كبير ليس كذلك شجرة تنبت في أصل الجحيم ما هو ثمرها يا رب؟ تخرجوا عفوا تخرجوا في أصل الجحيم تخرج يعني تنبت طلعها كأنه رؤوس الشياطين لو سألتك شيخ كيف رؤوس الشياطين؟ كيف شكل رؤوس الشياطين؟ طيب غريبة يعني يشبه لنا شيء مجهول بشيء مجهول وش رأيكم يا شباب؟ سمي يا شيخ فضل يا سلام عليك أحسن ولا لا أحد شاف الشيطان ولا لا أحد شاف الشيطان لا أحد شاف الشيطان نعم ولذلك لكنه لا يتلبس الشيطان يعني لا يأتي بهيئته الشيطانية لكنه يتلبس بهيئة شخص أحيانا فالله سبحانه وتعالى لأنه قد استقر عند العرب ما هو القرآن الكريم؟ نزل باللغة العربية إننا نزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون جاء باللغة العربي العرب استقر في نفوس العرب أن الشيطان بشع ولذلك إذا رأيت وجه بشع قل تعوذ بالله وجهها مثل وجه الشيطان صح؟ أو رأسه كرأس الشيطان ويذكرون قصة مضحكة للجاحظ الجاحظ عمرو بن بحر الجاحظ الأديب العربي المعروف كان قبيح الوجه كان جاحظ العينين ولا يهتم بنفسه وشعره في يوم من الأيام أمسكت به جارية في السوق وقالت لو تكرمت يعني دقيقة ماذا تريدين؟ قالت بس أريدك دقيقة وسحبته حتى ذهبت به إلى الصائغ ثم قالت للصائغ مثل هذا وانصرفت فقال لا الصائغ خلاص فهمت فقال الجاحظ للصائغ وما فهمت أنا ماذا تريد مني أنتو هذه الجارية فقال جاءت الجارية بخاتمي هذا وقالت تريد أنك تنقش لي وجه الشيطان على هذا الخاتم فقلت لها أنا ما أعرف وجه الشيطان علشان حتى أنقش لك صورته فقالت فلما رأتك جاءت بك وقالت مثل وجه هذا فالشاهد أن وجه الشيطان استقر عند العرب أنه وجه بشع شعره بشع فشبه الله به هنا شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين ولذلك يذكرون قصة عن واحد من علماء التفسير اسمها أبو عبيدة معمر بن المثنى فيقولون أنه كان في مجلس فسأله رجل قال يا أبو عبيدة نحن نعرف أن العرب تشبه الشيء بالشيء لتقرب صورته فيشبهون الشيء المجهول بالشيء المعلوم فيقولون وجهه فلان مثل القمر لأنهم يعرفون القمر فيشبهون وجهه في الجمال به به لكن الله سبحانه وتعالى شبه لنا شيئا مجهولا وهو شجرة الزقوم بشيء مجهول وهو رؤوس الشياطين ما فهمنا فقال إن العرب قد استقر في أذهانها أن الشيطان كريه الوجه كريه المنظر كريه فالله سبحانه وتعالى شبه به هذه الشجرة هذا أسلوب عربي صحيح وفصيح ومثله أيضا الغول الغول ما أحد يعرف الغول أهل أحد يعرف الغول ما أحد يعرفه لكنهم يقولون كعيون الغول مثل رأس الغول ويحتجون بقول امرأ القيس مثلا أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي وإلا ما أحد يعرف الغول لكنه يعني يتصورونها في شكل بشع نعود إلى الآيات يقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الشجرة الملعونة نعم يتمثل في بعض صور البشر وحيانا في صور غير البشر قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم يعني أهل جهنم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون مغصوبين ما عندهم إلا هذا الأكل فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم يعني يشربون عليها الحميم الحار الذي يحرق أمعاءهم يعني يأكلون هذه الشجرة فتلتهب أجوافهم فيريدون أن يشربون حتى يتخفف فيشربون ماء حميم كما قال الله سبحانه وتعالى فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميم فقطع أمعاءهم قال ثم إن لهم عليها لشوبا والشوب يعني مزيج يعني يشربون على هذا الطعام شيئا من الماء لكنه ماء حميم يعني شديد الحرارة ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم يعني مآل هؤلاء المكذبين ومرجعهم في الآخرة إلى هذا المكان وهو الجحيم ثم إنهم ألفوا آباءهم ضالين يقول هؤلاء الكفار المكذبون في الدنيا جاءوا إلى آباءهم وهم على ظلال وعلى كفر فهم على آثارهم يهرعون مقلدون يقلدون آباءهم في الكفر وفي الظلال وإذا قيل لهم اتقوا الله واعبدوا الله قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وهذا فيه تحذير أي والإخوة من التقليد الأعمى الذي لا يعني يأتي بخير يقول سبحانه وتعالى فهم على آثارهم يهرعون ومعنى يهرعون يعني يسيرون مسرعين مسرعين مهرولين هذا معنى يهرعون وَلَقَدْ ضَلَّ الله سبحانه وتعالى أحد إلا إذا قام عليه الحجة ولا يقيم عليه الحجة إلا إذا بعث له الرسول فيقول هنا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ المكذبين الذين كذبوا رسلي ما هي عاقبتهم هي هذه العاقبة التي ذكرتها أنهم يحشرون إلى جهنم قال إلا عباد الله المخلصين وهذه وهذا الآيات التي مرت معنا يمكن أن نستنبط منها الفوائد التالية أولا أن قياس الآخرة على الدنيا قياس مع الفارق يعني شجرة الزقوم ما ليست هي شجرة الزقوم التي نعرفها في الدنيا الخمر التي في الآخرة ليست هي الخمر التي نعرفها في الدنيا الطعام الفواكه الحور العين وليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط أيضا خطورة التقليد الأعمى ورسيما في الدين على المقلدين ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إنهم ألفوا آباءهم ظالين فهم على آثارهم يهرعون والإنسان لا ينجيك عند الله سبحانه وتعالى أنك تقول والله أنا وجدت أبي على شيء وقلدته حتى في الدين الإسلامي فإنه لابد أن يكون إيمانك عن قناعة وعن إيمان وعن يقين وليس مجرد تقليد للآباء أيضا من فوائد الآيات أنه لا ينبغي على المسلم أن يغتر بالكثرة لا تغتر بالكثرة مهما كان لا تغتر بكثرة المشركين وكثرة الهالكين لأنه قد يقول قائل معقولة أنكم أنتم على حق أيها المسلمون وهؤلاء النصارة هم أكثر منكم عددا على باطل أو الهندوس أو كذا فنقول له ليست المسلمة بالكثرة وإنما هي بالمنهج الصحيح والقرآن الكريم يبين لنا هذا أيضا من فوائد هذه الآيات أن قصص الأنبياء وقصص السابقين فيه سلوان وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد ذلك ينبغي علينا أن نهتم بالقصص في القرآن الكريم ونهتم به أيضا من جانب تعليم الأبناء يعني مثلا قصة أصحاب القرية التي ذكرناها اليوم في سورة ياسين يمكن أن تحكيها لأبنائك ممكن أن تحكي لأبنائك وتقول أن كان في هناك قرية من القرى أرسل الله لهم رسولين أو نعم رسولين فكذبوهما فأرسل الله الثالث فلم يستجيبوا فكان في واحد منهم استجاب وتذكرونه قصة هذه قصة موجودة في القرآن الكريم أراد الله بها العبرة والعظة أيضا من فوائد هذه الآيات تشبيه المحسوس بالمتخيل وأنه أسلوب قرآني مثل تشبيه شجرة الزقوم بأنها مثل رؤوس الشياطين رؤوس الشياطين نحن لا نعرفها لكننا نتخيلها تخيلا جيدا يعني أنها قبيحة فشبهها لنا ولذلك ليس دائما التشبيه يكون بشيء محسوس وإنما قد يكون بشيء غير محسوس ولكنه معروف مثل رأس الشيطان أو رأس الغول صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر